زي ما بقول لحضراتكم يعني نتخيل اذا ربنا كرمنا ويعني ممكن نقول خمسين في المائة التجربة دي نجحت حيبقى في خلال بضعة سنوات بقى عندنا قوام لعالاقل خمستاشر لعشرين محافظ وكلهم في من الشباب وكلهم حيبقوا مؤهلين وكلهم حيبقوا في يعني احنا بنتكلم كلهم حيبقوا يمكن في عقد التلاتينات حيبقوا اقل من اربعين سنة وهو ده الهدف اللي احنا النهاردة شغالين عليه كدولة وكحكومة ما حدش فينا قاعد في مكانه وما حدش فينا مخلط لكن الاهم الاهم ومليون مرة ان احنا نبقى متطمنين ان كل واحد فينا لما بيسيب مكانه في صفه تاني وتالت قادر على تحمل هذه المسؤولية الكلام ده ابتدينا نعمله يمكن كمان مع الوزراء بقى في نواب وزراء وبقى في مساعدين للوزراء وبقى في معاونين للوزراء المجموعة دي كلها شباب واعتقد ده ما كانش بيحصل ابدا قبل كده في مصر يعني النهاردة بقى عندنا عدد كبير من الموجودين النهاردة في مناصب تعتبر مناصب انا باعتبرها قيادية حتى على مساوى الوزراء بقيت موجودة نفس الكلام اكيد حضراتكم متابعين وحتى هنا في مجلس الوزراء وانتو يعني زمايلنا وعارفين بندفع المكتب الفني كله عندي يعني كل اللي عاملين فيه من الشباب المركز المعلومات النهاردة كل ده هدفنا ان احنا نؤهل عندنا اجيال جديدة من القيادات تبقى موجودة ومتاحة عشان يبقى معروف ان انا عندي صف تاني وتالت ورابع كمان يبقى موجود موضوع السادة نواب المحافظين مش هنكتفي بدول لان وارد ان شاء الله بعد كده نقدر ان احنا نزيد او نضيف اعداد اخرى على هؤلاء في مراحل اخرى احنا عندنا النهاردة يمكن ودي نقطة مهمة المحافظات الكبيرة زي مثلا اسكندرية والجيزة والاليوبية بقى فيه اتنين نواب يعني قبل كده يمكن ما كانش بيبقى فيه يعني موجود لكن بقى النهاردة فيه بعض المحافظات اللي هي فيها سواء انها حجما كبيرة او عدد سكان كبير بقى النهاردة فيه اتنين نواب وبقيت المحافظات بقى فيه نائب واحد على الاقل لكن النهاردة كمان مفيش اي مشكلة ان احنا نبدأ ندخل مجموعة اخرى تبقى تضاف الى هذا العدد بحيث يبقى ده هدفنا ان احنا يبقى عندنا في فترة قصيرة عدد كبير من النواب بيتم تأهله ودخلوا وخدوا خبرة زي ما بقول لحضراتكم عمل ميداني بحيث ان شاء الله في بضع سنوات وطبعا كلنا عارفين كلمة بضع سنوات دي ما بين ثلاث سنين الى يعني نقدر ان احنا في خلال سنتين ثلاثة يبقى عندنا فعلا عدد من الشباب اللي مؤهل النهاردة انه يبقى يتولى هذا الممثب القياتي ودي اعتقد خطوة ونقلة يعني كبيرة جدا ويمكن نبدأ تتحقق ان خدنا واحد من النواب الاثناشر اللي كانوا تعينه المرة اللي فاتت وتعين محافظ احنا عندنا النهاردة ما عارفش بقى كان امتى ان يبقى عندنا محافظ النهاردة عنده حاجة وثلاثين سنة النهاردة نائب السيد محافظ بني سويف اللي تم تعينه ده كان واحد من النواب اللي تعينه المرة اللي فاتت فاديناه يعني احنا حرسين جدا على نجاح هذه التجربة ولدينا كل الرغبة الاكيدة ويمكن النهاردة كان اجتماع سيادة الريس مع السادة المحافظين ونوابهم الجدد والقعدة الحقيقة اخدت وقت طويل يمكن اكتر من ساعتين سيادته الحقيقة واسمعهم وشاف اخباره يعني اراءهم ايه وافكارهم ايه لهذا الموضوع ويمكن هو قال سيادته كلمة جميلة جدا قال انتوا كشباب هو كان بيتكلم هنا يمكن النواب كلهم قال لهم انتوا كشباب كنتوا يعني على الجانب الاخر من الحكومة التنفيذية والادارة التنفيذية وكنتوا دايما بتشوفوا الموضوع بصورة يعني مختلفة وشايفين ان المفروض يتعامل حاجات بصورة اخرى او بطريقة معينة النهاردة احنا ادينا لكم الفرصة هو عشان تبدأوا تشتغلوا وتطبقوا كل الافكار اللي انتوا ممكن كشباب انتوا بتنادوا بيها في بلدنا احنا حنبقى اكتر ناس مبسوطين كدولة ان الشباب ده ينجح اكيد لان احنا النهاردة دفعنا بهذا العدد الكبير وكلنا رغبة وكلنا حرص وكلنا حنشتغل على ان احنا ننجح هذه التجربة الرائدة عشان هؤلاء الولاد زي ما بقول لكم مجرد تخيلوا ان احنا نبقى ان شاء الله في خلال سنوات قليلة جدا على الاقل 50% من هذا العدد يبقى احنا متخيلين ممكن يبقى شكل المحافظات هتبقى عاملة زي لما يبقى عندنا عدد من المحافظين وعدد كبير مش قليل يبقى بهذا العنصر ويبقى عنده الخبرة لان اهم حاجة زي ما بقول لكم زي ما بدأت الكلامي العمل العام تحدياته بتختلف تماما عن ان انا يعني الواحد يبقى في مجال تخصص معين وناجح فيه ده ممكن لازم عشان اقدر ان انا امسك منصب تنفيذي قيادي من درجة الاولى على الاقل يبقى عندي خبرة في العمل العام او الادارة دي مهمة اوي وفي الادارة بالذات فهي ممكن عشان كده احنا قلنا عشان ما نغمرش بهذا العدد الكبير في ان احنا نحطهم كان ممكن يقول طب ما كنا نجرب نحطهم وحافظين مرة واحدة بالتأكيد الموضوع لأ لان عايزين ان هم ياخدوا خبرة في الادارة وخبرة في التعامل على الارض مع التحديات وده انا يعني ان شاء الله احنا متأكدين ان هم حيكتسبوه من خلال العمل الميداني اللي حيبقوا موجودين فيه والمهام اللي هم حيبقوا موجودين فيها لان الحقيقة يمكن وده حيبقى متابعة من مجلس الوزراء ان هناك يعني يبقى مسئوليات محددة ومعروفة لكل النواب وبيتم تقييمهم بصورة دورية عشان نتأكد ان هم بيتمكنوا من عملهم في خلال المرحلة الجاية نقطة مهمة جدا اخرى وارجو من حضراتكم ممكن برضو لازم نبقى واخدين بنا منها ان الاول مرة من التلاتة وعشرين شاب دول في عشرة من شباب الاحزاب احنا دائما مصر درجنا ان الاحزاب بتبقى مكانها هو المجالس المحلية او المجالس النيابية زي ما بنقول لكن الاول مرة برضو مرة اخرى يعني جزء من يعني زي ما بنقدر نقول موضوع الاصلاح السياسي وموضوع ان احنا ندفع بشبابنا بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية ان احنا ندفع بعدد من شباب الاحزاب في مناصب تنفيذية فالنهاردة بقى الاول مرة اعتقد ان يبقى حد من احزاب مختلفة من عدد من الاحزاب بيمسك هذا المنصب القيادي على مستوى الدولة وده برضو لان احنا في الاخر الهدف واحد هو الصالح العام فبغض النظر عن افكارنا واتجاهاتنا الفكرية والسياسية في الاخر كلنا مع بعض بنبغي الصالح العام لهذه الدولة فعشان كده برضو دي كانت خطوة ان احنا نتيح هذه التجربة ايضا المهمة ان يبقى فيه عشرة من شباب احزاب مختلفة ومتباينة في قراءها وتوجهاتها السياسية تبقى موجودة معنا في هذه المناصب فدي كلها اعتقد انها تجربة يعني جديدة جدا علينا في مصر وان احنا حريصين كل الحرس كدولة وطبعا وسيادة الرئيس وده كلامه كان النهاردة مع الشباب انا حريص جدا ان هذه التجربة ان شاء الله تكلل بالنجاح لان زي ما بقول لحضراتكم احنا كلنا عارفين ان كل واحد لازم يسلم للجيل اللي بعده واللي اللي وراه فمهم جدا نبقى متطمنين ان عندنا اجيال مؤهلة واجيال النهاردة بقى عندها خبرة عندها العلم ودول النهاردة الحمد لله المجموعة المنطقاء يعني كلهم زي ما قلت الحركم عدد كبير جدا منهم معا درسات عورية درجات عورية سواء ماجستير او دكتوراه في تخصصه ولكن كمان يكتسب الخبرة الميدانية والخبرة العملية في الادارة والتعامل مع الجمهور من خلال العمل اللي هو حيبقى فيه النهاردة فدي اعتقد ان شاء الله خطوة مهمة وربنا يوفقنا ان شاء الله وزي ما بقول لحضراتكم احنا كحكومة حرسين كل الحرس في الفترة الجاية على الدفع بمزيد من الشباب في كل المجالات وده يمكن اعتقد ان احنا النهاردة بالخطوات اللي بتتم فعلا بيثبت ان الموضوع مش مجرد يعني احنا بنتكلم في كلام ولكن ده واقع على الارض الموضوع اكيد تجربة جديدة اكيد هيبقى فيها بعض الايجابيات وبعض السلبيات ولكن نتعلم ونطور نفسنا ونعدل لغاية لما نوصل للشكل المثالي لان الموضوع مش هيجي من مرة واحدة عشان برضو ما نبقاش يعني انا بقولها دي علشان ما نبقاش بقى ايه يعني متسرعين جدا في تقييم التجربة ونبدأ نقول لا ده التجربة مش نجحة او التجربة فيها مشاكل بالعكس حاجة زي كده هتاخد وقتها ولكن الاهم ان الدولة بدأت هذه الخطوة المجموعة زي ما اقول لحضراتكم انها هتبقى في دورات تدريبية مكسفة ليهم ويمكن هيبقى بعد كده يرجعوا يعني اوه هنبدأ الدورة وبعد كده يرجعوا لعملهم ومارك جدا نبدأ مجموعة اخرى من الدورات بعد كده بعد ما يكونوا اشتغلوا في الفترة زمنية في العمل الميداني او في العمل التنفيذي ونديهم دورات اخرى مؤهلة لغاية لما فعلا نبقى متطمنين ان الناس دول ان شاء الله باذن الله اصبح عندنا كجيل جديد من الشباب بقى موجود النهاردة ومؤهل للقيادة ويمكن كان كلام سيادة رايس مع الشباب دول النهاردة ان ان شاء الله حيبقى في جلسة اخرى معاهم بعد بضعة اشهر بعد ما يكون يعني هما بقى حصل لهم التدريب وايضا قعدوا فترة في المجال التنفيذي عشان يسمع منهم ويشوف تقييمهم للتجربة حتى هذا الوقت وحيبقى برضو يستمع ان لو عندهم اي مجالات لتحسين التجربة وان هما يبقوا ياخدوا يعني مجال افضل كمان في العمل الميداني ان شاء الله انا بشكر حضراتكم ومتشكرين جدا شكرا